شهدت كواليس الترجي بعد انتهاء التربص بالمغرب غضبا كبير من مدرب الترجي نبيل معلول بعد المرور المهزوم لبعض اللاعبين حيث طلبهم ببذل المزيد من المجهودات وتحسين الأداء وإلا سيكون الخروج هو الحل الأنسب للجميع وبعد فترة من المعينة منذ فترة طويلة لمردود كل اللاعبين تبين للكوتش نبيل معلول أن هناك عناصر في الفريق لم تقدم الإضافة المرجوة وسيتم تحديد مصير مع الهيئة المديرة لفريق بابسويقة وحيث توجه هذا بخطاب حاد لبعضهم في تربص المغرب مطالبا منهم بذل المزيد من المجهود وتحمل الضغوطات داخل النادي ومن الواضح أن معلول غير راضي بتاتا على مردود عدد كبير من اللاعبين ومن المنتظر أن يدعم الترجي بعض الخطوط في الميركات الشتوية القادم نظرا لوجود نقص كبير في أداء العديد من العناصر وهذا التفكير حتى على مركز حراسة المرمى وبهذا السياق من مصادر موثوقة أنه دخل في مفاوضات مع حارس المنتخب الوطني والنادي سفاقسي أيمن دحمان قصد انتدابه في الميركات الشتوية القادم وينتي عقد حارس النادي سفاقسي في جوع الفاني وثلاثة وعشرون حيث يمتلك عدة عروض خليجية كما أكد مسؤول بارس في فريق بابسويقة وجود جس نبض مع دحمان قبل تقديم عرض رسمي قصد انتدابه وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الترجي قصد تعزيز الفريق بلعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة المرجوة وبالدخول في صلب الموضوع وقد جلب تألق دحمان في كاس العالم الأنظار من قبل مسؤولية الدم والذهب هذا ويستعد فريق الترجي لاستيناف نشاط البطولة التونسية يوم العاشر من ديسمبر القادم ببرمجات لقاء ودي ذد مستقبل سليمان هذا وسيدور اللقاء يوم الأحد الرابع من ديسمبر على الساعة الحدي عشر صباحا في الحديقة بالقاء منقولا عبر تطبيق الترجي بلوش وفيما اختار الترجي بديلا لملعب حماد العقربي برادس بعد قرار الإغلاق للصيانة وسيغلق ملعب رادس شهرا تقريبا للصيانة وبالتالي فإن الترجي والنادي الافريقي سيختاران ملعبا آخر لخوض لقاءات البطولة واختار فريق بابسويق ملعب زويت لإجراء لقاءاته خاصة وأن ملعب المنزه مغلق أيضا في المقابل لم يحدد بعد خيار النادي الافريقي للتعويض لملعب رادس ختاما حققت المنتخبات الافريقية الخمسة المشاركة في مونديال قطر 22 على معدلات انتصارات في تاريخ المسابقة ووصل عدد الانتصارات إلى سبع حالة فوز منها ثلاثة أمام كبار القوم البرازيل بلجيكا وفرنسا وفيما يلي كامل النتائج السينيغال ضد قطر 3-1 السينيغال ضد ليكوادور 2-1 تونس ضد فرنسا 1-0 المغرب ضد بلجيكا 2-0 المغرب ضد كندا 2-1 الكاميرون ضد البرازيل 1-0 وغانا ضد كوريا 3-2 مونديال مجنون وغريب وغير متوقع النتائج وفي قادم المسابقة سوف نكتشف قريبا من هو المتوج بالكاس العالمي واللي يبغي نيشي معنا واللي ما يبغي نسينا على درامة ربنا